هناك في محاولات عديدة وخاصة بعد أن حصلت الحكومة على الموافقة على القانون الموازنة كانت هناك عدة محاولات تعرف الرئيس اجتازت والحكومة نفسها اجتازت بعد قرار قانون الموازنة بعض مراحل الريبة والخوف فحاولت بعد حصولها على الموافقة النواب على هذا القانون أن توقع بالنواب بعدة مطبات أول شيء حاولت من خلال وهو أعتقد أنه تعكير للجو النيابي وأعتقد أنه تهديد للجو النيابي نفسه أنه هاي قانون الانتخاب جاهز بدنا نقدم الكوية ثم بعد ذلك عاد ورئيس وتراجع وسحب قانون قال أنه لن يكون هناك قانون الانتخاب بالفترة الحالية نحن عملنا خارطة طريق جديدة ألا وهي أن نقدم قانون البلديات وقانون الأحزاب ثم قانون الانتخاب تعليل الذي أورده رئيس الحكومة كان بغير محله حقيقة عندما قال تكلم عن طمأنينة لمجلس النواب هنا كانت محاولة من الرئيس كما في المرات السابقة للخلط بين الأدوار هنا دور مجلس النواب لا يوجد حدا بيده أن يعطي طمأنينة أو يقرر متى يذهب أو متى يأتي مجلس النواب إلا صاحب الشأن بذلك وهو جلالة الملك ترجمة نانسي قنقر